اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الهام الذي تطلع به الصحافة المحلية كشريك فاعل في مسيرة النماء والبناء والتطوير من خلال ما تقوم به من جهود تصب في إبراز المنجزات المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأشر سموه إلى أهمية مواصلة ما تليه الصحافة المحلية من اهتمام بنشر الرسائل الإعلامية البناءة التي تخدم الوطن والمواطن على مختلف الأصعدة وتعزيز الوعي المجتمعي بما يعود بالخير والنفع على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور مع الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادت الدكتور رمزان بن عبدالنعيم وزير الإعلام مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة سيد عيسى الشايجي حيث وهنأهم سموه بفوزهم بانتخابات الجمعية منوها بإسهامات الصحافة المحلية وذور الصحفيين الفاعل ضمن فريق البحرين في رفض مسارات التنمية المختلفة عبر تسليط الضوء على المنجزات والنجاحات المشرفة في كافة القطاعات والتي تعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من حب لتحدي وعشق للإنجاز مؤكدا سموه على ما تليه الصحافة المحلية من دور حيوي في ترسيخ القيم التي يتميز بها مجتمعنا وطرحها للمواضيع التي تهم المجتمع بشكل هادف وموضوعي ومسؤول وقال سموه إن مواصلة الإنجاز تتطلب مضاعفة الجهود واستمرار العمل في مختلف الميادين مشيرا إلى أن ما تبذله الكوادر الوطنية الصحفية والإعلامية من جهود في أداء الرسالة الصحفية النبيلة من أجل رفعة الوطن هو محل تقدير واعتزاز من جانبه عرب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام ودعم للصحافة المحلية والإعلام الوطني مما له بالغ الأثر في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة ترجمة نانسي قنقر